أقباس من الإمام آية التطهير تشمل النساء الدليل مع الآل أنا وأصحابي إلى أنا وأهل بيتي تدليس من درر الأطهار للمجلسي نموذج سهل واضح خطير من أساليب الدس والتدليس المستمرة أولاً يقوم المجلسي بتدليس ودس ووضع أهل بيتي بدل أصحابي في رواية الشيخ الصدوق ثانياً في حديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفرقة الناجية قال هو ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي وهذا ما نقله الشيخ صدوق في كتابه معاني الأخبار ثالثاً لكن المجلسي المرجع الأعلى للدولة الصفوية وصمام أمانها لا يعجبه هذا الحديث ولا يستقيم مع منهج ومشروع دولته الصفوية فالتجى إلى جهاد الدس والتدليس فنقل الرواية عن كتاب معاني الأخبار لكن مع تغيير وتبديل أنا وأصحابي بأنا وأهل بيتي رابعاً من الطبيعي جداً أن المجلسي ومنهج الدس والتدليس يتفنن ويعمل جاهداً على إخفاء أثار الجريمة جريمة الدس والتدليس والتزييف بإطلاف المصادر الأصول الكتب التي أخذ منها الروايات ومن هنا اختفت أصول بحار الأنوار خامساً يتضح أيضاً سبب إخفاء وإطلاف الأصول الأربعمائة كما اختفت وأطلفت أصول بحار الأنوار سادساً شاء الله سبحانه أن تسلم بعض الأصول المصادر من التلف ومن العابثين المدلسة وهذا البعض النادر سالم من التلف والعبث يكشف الكثير من الدس والتدليس كما في مورد الكلام في معاني الأخبار الكاشف عن دس وتدليس بحار الأنوار سابعاً تنبيه ليس البحار وليس بحار الأنوار بل إنه بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأمة الأطهار العنوان يدل على المعنون والمضمون إنه عنوان مقدس إنه كتاب مقدس إنها روايات وأخبار مقدسة لا يأتيها الباطل يؤكد التقديس ما ذكره المجلسي نفسه في مقدمة الكتاب البحار لأنه مقدس فإن المجلسي لم يناقش سند الرواية فالتجه إلى التدليس والدسج بتغيير المتن يجب على الشيعي القبول بهذا المقدس بصمت وخضوع وخنوع كالعبيد وإلا فهو الخروج عن الدين والملة والمذهب بل هو الخروج عن الإنسانية والحياة فيكون مستحقاً للإفك والبهتان ويقع عليه الترويع والاعتقال والتشريد والتضييد والهدم والتهريق والقتل والترهيب لكنه تقديس مكرر مهتاد فارغ مزيف مفتعل يراد منه الترهيب والتجهيل وتهجير العقل والانصياح كقطعان وعبيد المرجع المهندس الصرخي الحسنية